اهلا بكم في النشرة الاقتصادية قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ان العام الماضي شهد من التحديات الاقتصادية والمالية ما يجعله اكثر الاعوام صعوبة منذ مطلع التسعينيات فلا يمكن تجاهل حقيقة ان كلف الطاقة في العام 2012 تضاعفت عن العقد الماضي حيث وصلت كلفة استيراد المشتقات النفطية 21% من الناتج الاجمالي وهي اعلى النسب العالمية بالاضافة الى ان الاوضاع الاقليمية الى حد كبير ساهمت في ثبات معدلات النمو تحت 3% من الناتج الاجمالي هذا وكانت معدلات الدعم قد تجاوزت حتى الربع الثالث من العام الماضي ما كان مرصودا في الموازنة بتسعمائة مليون دينار نتيجة لتكلفة الطاقة المتزايدة وعرج حسان على برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية الذي مول العديد من المشاريع الهادفة العام الماضي التي بدورها وفرت قرابة 3000 فرصة عمل بدأت دائرة مراقبة الشركات باستقبال البلد البيانات المالية للشركات عن السنة المالية المنتهية للبدء بتحليلها ودراستها وفق افضل المعايير المحاسبية وذلك تمهيدا لعقد اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية للشركات وسيكون للدائرة دور كبير في التنصيق لهذه الاجتماعات حيث ينص القانون على عقدها خلال الشهر الاربعة الاولى بعد انتهاء السنة المالية واكدت مراقبة الشركات اهمية ابلاغها بتحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة والتزام بتوجيه الدعوة لهيئة الاوراق المالية ومدقق الحسابات قبل 15 يوم على الاقل من تاريخ الانعقاد قمنا خلال هذا الاسبوع بتسليط الضوء على الاضرار التي لحقت بمزارعي وادي الاردن من جراء العاصفة الاخيرة وتعليقا على هذا الموضوع اجرينا لقاء خاصا مع النادق الرسمي لوزارة الزراعة الدكتور نمر حددين الذي تحدث عن اجراءات وزارة الزراعة تجاه هذه القضية المياه دفقت على الاراضي الزراعية على الفور احنا تشكلت لجنة لهذه الغاية لحصر الاضرار بالفعل كان في احد الضرار الاولي لأسماك ومزرعتين من الاسماك واراضي الزراعية الاحوال الجوية من الصعب كان على الفنيين انهم يطلعوا بالأيام الماضية امبارح وكانوا اطلاء رسمية طلعوا الفنيين وطلعوا على مناطق الشمال ونازلين بالتجاهل هذا لحصر الاضرار وعلى ذلك احنا نشوف اللجان الفنية هي الاقدر على تقدير الاضرار بس مثل هيك المزارعين يعرفوا لمناطقهم بمحاذات النهر دائم يعني في الامطار والمواسم الخير بفيض النهر فلهذا السبب يعني احنا دائما مع مزارعنا واكفين مع مزارعنا ومع تطلعوا لآمالوا يعني وساعدوا لكن الاضرار اللي حصرت خارجة عن ارادتنا يعني يعني تعتبر من الامور الطبيعية انه النهر يفيض اكد رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين عثمان بدير ان الموجة الثلجية الاخيرة التي اثرت على المملكة ادت الى كثير من الحوادث التي ستلحق بشركات التأمين العديدة من الخسائر من خلال دفع مبالغ عالية للمؤمنين لهم وبين بدير ان خسائر شركات التأمين خلال الموجة الثلجية لم تحدد بعد وسوف تتضح خلال الاسبوع الحالي من خلال تقدم المتضررين إلى شركات التأمين لتعويضهم عن بدل الضرر الذي لحق بممتلكاتهم وأقدر بدير خسائر شركات التأمين والمبالغ التي ستدفعها الشركات بالملايين بسبب تعرض عدد كبير من المنشآت لضرر كبير جراء المنخفض الجوي الأخير حيث أنها ستتقدم إلى شركات التأمين لتعويضها عن ذلك الضرر منذوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين افتتح سمو الأمير الحسن بن طلال صباح اليوم المؤتمر الدولي السابع للآثار من منطقة البحر الميت وبمشاركة سبعين دولة احتضنت شواطئ البحر الميت اليوم برعاية سمو الأمير الحسن بن طلال المؤتمر الدولي السابع للآثار بمشاركة علماء وشخصيات من سبعين دولة عربية وأجنبية سمو الأمير الحسن ألقى كلمة مطولة تحدث فيها عن أهمية الجهود التي تبذلها جمعية تقنيات التراث الدولية وأشار سموه إلى خطورة تعرض المتاحف والمواقع الأثرية إلى الهدم والتخريب من جراء ما يحدث من أعمال عنف ونزاعات في المنطقة اليوم نتعلم أن 12 موسيومات حدث في سيريا أن الكثير من المنطقة حدث من منطقة لاحظة أو من منطقة لاحظة في المنطقة في المنطقة وأنا أعتقد أن المنطقة في هذه المنطقة كلمات عديدة شددت على الخطط التي يجب اتباعها من أجل جذب العلماء إلى الأردن الذي اعتبره الحضور منجم آثار مهم رئيسة جمعية تقنيات التراث الدولية أشادت بالشعب الأردني الذي وصفته بالمسؤول اتجاه تراثه وتاريخه المؤتمر دولي بيجمع مجموعة كبيرة من العلماء للأثار قسم كبير منهم بيشتغل بالأردن بمجموعات مع جامعات من أميركا وكندا وأستراليا في منهم بيقيم بمدينة مادبة اللي هي قرب البحر الميت وبيشتغلوا على مواقع علمية بحتة بيأرخوا التاريخ يعيدوا استكشاف الآثار بيدربوا طلابهم والأثار المكتشفة والتقارير تبقى للأردن نحن شاهدنا في المنطقة تدمير للتراث في العراق ومتحفه أيضا في سوريا في مصر إلى حد ما فبالتالي المؤتمر بعض مواضيعه تتعلق بمخاطر الحروب والمشاكل على التراث عقد قبل سنة في باريس واليوم في الأردن والسنة القادمة في برلين أربعة أيام يتناقش فيها المشاركون حول أهمية المحافظة على الآثار والعمل على اكتشاف المزيد منها فتوعية المواطن حول تاريخه خصوصا في هذا الظرف يعد في غاية الأهمية غيثي زعيتر لقناة رؤية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر